على غير عادة الفصائل الفلسطينية فقد نجحت في الحوار الوطني الذي عقد لمدة 48 ساعة في القاهرة وخرجت ببيان مشترك من 15 نقطة مهد الطريق أمام إجراء انتخابات المجلس التشريعي بعد 15 عاما من إجرائها آخر مرة ولأن الملفات الفلسطينية معقدة سياسيا وأمنيا بسبب الانقسام الذي تجذر منذ عام 2007 بين طرفيه حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تم تأجيل ملفات مهمة حتى الشهر المقبل على أمل أن يتفق الطرفان لإنجاح الحوار الذي عقد تحت رعاية المخابرات المصرية وفي مقرها بالقاهرة ومن أبرز النقاط في البيان المشترك الالتزام بالجدوى الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعاهد باحترام النتائج وقبولها وفقه لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل لرجوب نحن ذاهبون بإذن الله تعالى إلى انتخابات على ثلاث مراحل مجلس تشريعي في كل الوطن وعلى رأس القدس ينتخب وفق القوانين والأنظمة الفلسطينية وانتخابات رئاسية وانتخابات للمجلس الوطني ورغم الإعلان عن نجاح الحوار الوطني إلا أن البيانة المشتركة لم يحظى بإجماع الفصائل الأربعة عشر المجتمعة حيث تحفظت عليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أما بالنسبة للانتخابات فإن من الواضح أن مشاركة جميع الفصائل في الحوار لا تعني مشاركتها لاحقا في الانتخابات إذ قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة ويرى سياسيون أن رغبة فتح وحماس في إنجاح الحوار بأي ثمن دفعتهما لتأجيل ملفات سياسية إشكالية معقدة لمناقشتها لاحقا مثل الانقسام وإصلاح منظمة التحرير في إصرار على المضي إلى الأمام على الرغم مما تحمله من ملفات ملغومة قابلة للانفجار بأي لحظة والعودة إلى المربع الأول ويؤكد قانونيون أن بيان الفصائل لم ينجح في إزالة الألغام القانونية من الطريق بل عمل على تسكينها ليس أكثر دون تقديم أي ضمانات حقيقية